استكمالا لمصاري اعادة بناء العلاقات بين مصر وتركيا تأتي زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى مصر ويأتي التقارب المصري التركي الحالي باعتباره خطوة على طريق الشراكة الاستراتيجية مدفوعا بالثقل السياسي والعسكري والجيو سياسي للبلدين مما يجعل التقارب بينهما يكتسب اهمية خاصة لما له من تأثيرات على التوازنات الاقليمية في هذا الصدد فان العلاقات المصرية التركية تتقاطع مع العديد من الملفات في المنطقة ومن هنا فان تطبيع العلاقات بينهما يلقي بظلاله وتأثيراته على عدد من القضايا اولى هذه القضايا القضية الفلسطينية حيث ينظر للعلاقات المصرية التركية بنظرة ارتياح ادراكا بان هذا التقارب يمكن ان تمتد اثره الى توحيد جهود التهدئة فيما يتعلق بملف التصعيد في قطاع غزة ملف اخر تتقاطع معه العلاقات المصرية التركية الا وهو التوصل لحل عادل وسلمي للازمة الليبية حيث تملك مصر وتركيا خبرات كبيرة في التعامل مع الازمة والشراكة في جهود اعادة الاعمار حيث انها مرحلة تحتاجها ليبيا بشكل كبير لاعادة بناء وتأهيل البنية الاساسية كما ان التقارب المصرية التركي سيكون عاملا مؤثرا في حل حالة الاوضاع في شرق المتوسط فمصر وباعتبارها وسيطا موثوقا لدى قبرص واليونان يمكن ان تكون طرفا يساهم في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث تركيا وقبرص واليونان ومع تلك الملفات وغيرها تمثل العلاقات المصرية التركية واحدا من اهم العلاقات التي تعطي مؤشرات وقراءات حقيقية للأوضاع وتطوراتها في منطقة الشرق الاوسط كما تحقق قوة هذه العلاقات نوعا من التوازن الاقليمي الناجم عن المقاربات الجدية بين قوتين تقليديتين في منطقة الشرق الاوسط في عدد من الملفات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة